سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة مرحبا أيضا بكل مشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك صفحة المرأة المسلمة وجميع صفحات قناة الحياة وعلى اليوتيوب لايف أيضا حلقة النهاردة بعنوان الزواج مدني أم ديني موضوع الزواج مدني أم ديني دي الحقيقة قضية طرحت بعدة أشكال متفاوتة في السنوات الماضية في تونس ولبنان مثلا سمعنا حديث كتير عن همية أنه يكون الزواج مدني أو ليه المرأة المسلمة لا تستطيع أنها تتزوج من من تريد سواء كان مسلم مسيحي لا ديني على كل الأحوال شفنا بعض الزيجات اللي حدثت بالفعل في لبنان وفي تونس واعتراضات شديدة من الجهات الدينية الموجودة في البلاد دي وفي العالم كله الحقيقة لماذا يتزوج المسلم كتابية زي ما بيقولوا ده سؤال بتسأله المرأة المسلمة عموما أو بتسأله الست اللي عايزة إنه ده يكون من حقها كمان ليه بيتزوج المسلم من كتابية كما يقولوا وتمنع المرأة من ذلك دي قضية مطروحة الآن في مصر وأنا يعني بعتذر الحقيقة عن أني أقول قضية لأنها ما بقتش قضية مطروحة دي بقت خناء مطروحة في خناء في كل مكان دلوقتي على الميديا وفي البرامج وعلى الصفحات الجرائد الناس بقى كلها عملة تتخانق من اللي يقولك ده حقي وده ليه واللي ده حرام واللي ده حلال والأظهر يرد ويعني المهمة مركز الخناء هنا بقى هي الدكتورة أمنا نصير دكتورة أمنا نصير يعني يقال إنها قالت إنه من الممكن إنه المسلمة تتزوج من كتابي وأنا شخصيا ما عنديش أي دليل ما سمعتهاش بويدني قالت كده ومعرفش إن هي صرحت بيه في برنامج معين مثلا وهي متهمة بهذا لكن ما عنديش دليل على كده أنا شخصيا وأعتقد معظم الناس اللي استضفوها ما يقدروش يقولوا إنها قالت كده برضو بالتحديد هي قالت حاجات مشابهة تفتح الباب لهذا أنا عندي ملاحظات على يعني قصة الدكتورة أمنا نصير مع الموضوع ده الدكتورة أمنا نصير مثلا هنا اليوم السابع جايب حطت الخبر بالشكل ده أمنا نصير نقطتين يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ولا يوجد نص قرآني بالتحريم اللي أنا سمعته هي بتقول إنه لا يوجد نص قرآني بالتحريم هي قالت كده فعلا لكن يجوز دي ما سمعتهاش قالته لحد دلوقتي هي بتتساءل مثلا يعني لكن صفحات الجرائد بتادي تكتب عنها كلام ما اعتقدش إنها قالته فعلا لو حد عنده الكلام ده يبقى يبعاته ونسمعه وحتى لو كانت قالت هي كفقية إسلامية من حقها إنها تستخلص مما بين يديها وتعمل الحكم الفقي اللي عايزة تعمله مش كده هي من حقها لكن حنشوف المشكلة فين بقى بعد شوي قول إن الدكتورة قامنا أجازت أو قفتت بجواز المسلمة من غير المسلم دي يعني عبارة لازم نبحث فيها ربما إن نسيغة كلامها كانت بتوحي بالتصريح أو الإمكانية واحدة بتفكر بتفكر لإن في مشكلة أو معضلة إسلامية وهي التضارب في التشريعات والفتاوى والقوانين الإسلامية كمان يجب إن إحنا نذكر إنه الدكتورة قامنا اتكلمت في الموضوع ده في سنة 2019 ورد عليها الكتير من الفقهاء منهم عبدالله الرشدي وغيره واعترضوا عليه ونفس الموضوع فأنا مش عارفة هل الكلام ده قديم وهما رجعوا يحيوه مرة تانية ولا إيه مش واضح بالنسبة لي لكن الأمر في الحقيقة مش بالبساطة دي فعمق الاعتراضات اللي بتعترض بيها الناس على كلام الدكتور أمنى مشاكل كبيرة بتكشف التفرقة وتفرقة الإسلام بين الناس واستخدامه للمرأة كأداة وحنشوف ليه وتكشف أيضا المشاكل الفقهية والشرعية التي يواجهها المسلمين النهارجا طبعا الصورة اللي محتوطة دي حطها في تويتا الدكتور خالد منتصر بيقول كده نفتح الشباك ولا نقفل الشباك أي حد يفكر خارج سياق المؤسسة الدينية حتى لو من داخل المؤسسة الدينية يغتال معنويا والتهمة حيازة عقل بس المشكلة عندي في الصورة نفسها الحقيقة الصورة اللي انتوا شايفينها دي يقول لك ايه مسلم يتجاوز مسيحية الصورة التانية يقول له حلال دي كتابية مسيحي يتجاوز مسلمة حرام ده مشرك مسلم ومسيحية تبقى كتابية مسيحي ومسلمة يبقى مشرك الصورة دي هزار والدحك ولكنها حقيقة وحقيقة يعاني منها المسلمين النهاردة انكم عندكم افكار مختلطة وملخبطة على بعضها ما بتعرفوش يعني الحقيقة فين لانه بقى عندنا دلوقتي مثلا الازهر لازم ما يقولش على المسيحي كافر وما يقولش على المسيحية كافرة ولكن يقف بمنتهى الشراسة للدفاع عن موضوع انه المسلمة تتزوج من كتابي لانه هم عارفين انه ده في نظرهم مشرك بس لانه مش عايزين للكتابي قوامة على المسلمة ما حدش قالوكم ان احنا بنعمل كده على فكرة وما حدش قالوكم ان احنا موافقين على ده اساسا شوف التويتر اللي بعد كده دحكتني جدا يعني يعني الضيف احمد محبوس كده وقف يتفرج على الناس من وراء الشباك وعمل يضحك لانه ما هواش عارف المسلم يتجاوز مسيحية لا يجوز المسيحي يتجاوز مسلمة لا ما يجوزش المسيحي مش عارف ايه يعني فواحدة بتقول محدش سألنا ليه يعني وحد حد حب يعرف رأي المسيحيين في الموضوع ايه على فكرة المسيحيين بينظروا للزواج بطريقة مختلفة تماما وحنتكلم على ده في يعني في نهاية الحلقة حد قال انه المسيحيين حبين يجدوا حل فقه لموضوع انه هما يتجاوزوا مسلمين ده كلام لا يجوز في الايمان المسيحي خالص وهقول لكم ليه مش عشان مش عشان انه فيه تفرقة علشان انه الصلة اللي بين الزوج والزوجة صلة روحية مش بيعه وشروة هناك عهد بين الزوج والزوجة في المسيحية يرعاء الله لكن المسألة هنا في الاسلام عقد يجب ان تستوفى شروطه خلينا نشوف اللي قالته الدكتورة أمنا نصير وتفسيرها للي هي قالته لما سألها الأستاذ وقل الأبراشي عن الموضوع هل قالت كده ولا ما قالتش كده نشوف الفيديو الأولين يا المزيعة طرحت علي السؤال يا دكتورة هل هناك نص قرآني يحرم دواج المسلمة من الفتابة هو فيه اشتقاقات واجتهابات فقهية وكاد تكون كاملة على هذا التحريم أما بنسبة بالفتابة الزوج من المشرك حرام بالنص القرآن لكن من أهل الكتاب بتقولي مش حرام لا ما قلتش مش حرام قلت ان فيه اجتهادات فقهية انتهت انه لا يجوز هذا الزواج أنا لحد دلوقتي ما سمعتش ست بتقولي يجوز ولكن برضو لحد دلوقتي ما سمعناش ايه الاجتهادات الفقهية اللي هي بتتكلم عنها لانه هي قالت كده هو فيه اشتقاقات فقهية تكاد تكون كاملة على هذا التحريم ده هي قالت عكس تماما اللي الناس بيقوله بس دي مش قضيتي هي يعني قالت عكس واللي قالت قالت اول لا لا القضية انه الاسلام فعلا يحرم زواج المسلمة من كتابه وبعدين النقطة اللي قالتها بعد كده الجملتين اللي قالتهم بعد كده بيوضحوا الامر الزواج بالمشرك حرام بالنص القرآني وهي لا تستطيع انها تقول انه الكتابي مش مشرك لانه فيه نصوص قرآنية بتقول كده بس رجعت تاني قالت بس من اهل الكتاب مش حرام بس لو قالتش الرجل ولا الست وقالت انا ما قلتش حرام وما قلتش حلال فما تفهمش يا قالت ايه بقى بصراحة يعني فيه اجتهادات فقهية بتقول انه لا يجوز هذا الزواج نهت الجملت كده اعتقد ان الست يعني في موقف لا تحسد عليه هي عارفة انه النص الفقهي او النص القرآني اللي موجود بيحرم الزواج بالمشركين والمشركات فانا يعني انا مش مش شايفة هي جابت منين التصريفات الفقهية دي وبقت دلوقتي في حرب دلوقتي بيرفعوا عليها قضية قضية اصدراء اديان واحدة فكرت عارفين هي بتفكر في ايه؟ هي بتفكر طب الست المسيحي اللي انت بتجوزها دي كتابي طب ليه انا كمسلمة متجوزش كتابي هي عارفة ان فيه فرقين مهمين جد خلينا نشوف الفيديو التاني هيوضح لنا فيه الفرقين المهمين فجزء من ايماني ايماني بالمسيح وايماني بالموسع عقدي اه 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 فلماذا لا يناقش هذا الامر من باب الايمان بالانبياء وبكتبهم اه انه تناقش مسألة التحريم من عدمها تحريم زواج المسلمة من غير المسلم طالما انه ما فيش نص قرآن في عددك بتقولي لإيمانينا بالأديا اجاوض ده النص القرآن بالنسبة للمشركة ليس هناك اجتهاد لا اجتهاد قضية زواج المسلمة من مش محسومة يعني بنص قرآن محسومة بنص القرآن انه حرام حرام خلاص المسألة واضحة يعني ولا تجوز شرع في الاخر خلصوا الاتنين لانه المسألة لا تجوز شرع بس خليني اتكلم على النقطتين المهمين اللي اتكلمت فيهم هي قالت انه انا مؤمنة بموسى وعيسى ومن الشروط انه الراجل اللي بيتجوز مسيحية هو بيتجوزها مسيحية لانه هو مؤمن بالمفروض يعني بالمسيح بعيسى هو مؤمن بعيسى لكن واقعيا هو يعلم انه هي مؤمنة انه المسيح هو ابن الله ده الايمان المسيحي انتو بتتحكوا على بعض فهي بتقول انا ليه لو انا مؤمنة بموسى وعيسى ما تجوزش واحد من نفس ايماني لكن الفقهاء بيعترضوا على زواج المسلم من زواج المسلمة من المسيحي يقدروا يصرحوا بكده يقولوا ان المسيحي لا يؤمن انه محمد رسول طب ما المسيحية كمان لا تؤمن انه محمد رسول اش معنى هذا ايمانه يحسب ودي ايمانها لا يحسب لانه في الرأي الاسلامي الراجل ليه سلطة ولو انه الرأي الاسلامي لا يعتبر سلطة الراجل المسيحي ولكن عارف ان الراجل ليه سلطة فقوامة الراجل في الاسلام لما يتجوز مسيحية مش هتفرق هي اصلا ما هاش رأي وفي الاخر لازم يقودها للإيمان بالاسلام او يجبرها او تعامل على انها يعني كانبة في البيت بصراحة يعني فاكرين لما الشيخ برهامي قال انه انت ما ينفعش انك تحبها وما ينفعش انك تدخل تحييها ولا تلقي عليها السلام اولادك او عشان دول طبعك ومسلمين اما هي لأ الكلام ده موجود ومكتوب في الكتب الفقهية ما تصدقوش الضحك على الدقون اللي بيعملوا الاظهر النهاردة وكلنا اخوة وكلنا اخوات دلوقتي حتشوفوا الحقيقة حتبان لما جينا في المحك انه الراجل المسيحي ممكن يتجاوز مسلمة هم عارفين انه قوامة الراجل هنا هي اللي حتسود على البيت مع انه برضو الزواج المسيحي هو زواج مشترك في كل حاجة بس انت بتتكلم من فهمك الاسلامي دلوقتي بقينا مواجهين بمشكلة السؤال عندي للكل الكتابية اللي انت بتقول عليها كتابية سواء كانت مسيحية او يهودية حقيقية لا تؤمن بوجود محمد اصلا مفيش مسيحي يؤمن انه محمد نبي وتكون عقدته صحيحة لان المسيح قال سيأتي بعدي انبياء كذبة وده اللي حصل المسيح اتم الرسالة واعطى الخلاص وفتح الباب للابدية فما كانش محتاج انه محمد يجي مفيش مسيحي يؤمن انه محمد نبي او ان القرآن من الله اللي بنعمله مع بعض بقى ايه احترام العقيدة واحترام رأيك واحترام من المفروض انك لما تسأل المسيحي انت بتؤمن انه محمد نبي حيقولك الحقيقة ده مش ايماني لكن ده ايمانك انت وانت حر فيه وان المفروض انه ده لا يشكل مشكلة في حياتك لكن الرعب الاسلامي اللي بتضعوه على المسيحيين في كل مكان بيخليهم ما بيبقوش عارفين يتكلموا هيخاف على رأبته او يخاف على شغلته او يخاف على عياله او يخاف على روحه من الارهاب اللي انتوا بتعملوه والكذب بقى في الاجتماعات اللي بتعملوها الاجتماعات الدينية دي اللي تعودوا تسلموا فيها على بعض وتعودوا تقولوا البعض اصلي كافر دي مش كلمة عيب كافر من غطة مش عارف ايه كلام ده كله كلام انتوا عارفين انه مش صح والمسيحيين اللي انتوا بتتكلموا عارفين انهم بتتكلموا معاهم عارفين انه مش صح لانكم عندكم ايات قرآنية صريحة بتكفر الايمان المسيحي والمؤمنين به يبقى السؤال الزواج بالكتابية للمسلم حلال والزواج بالكتابي للمسلمة حرام اللي اتنين غلط اللي اتنين غلط خلينا نشوف يعني عايزة بس عايد فكرة انه المسلم بيتجاوز الكتابية لانه مؤمن بالنبيها دي اوعد تصدق الحكاية دي خلينا نشوف صورة الممتحنة بيقول كده دي الاية اللي بيستندوا عليها في منع زواج المسلمة بكتابي بيقول كده يا الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن وقتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن ان تنكحوهن انا اسفل كلام ده يعني بس اذ اتيتوهما اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ودي مربط الفرس ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم ولا يسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم الاية دي السورة دي سورة الممتحنة والاية 10 و 11 دول نزلوا في موضوع صلح الحضايبية فالمفروض انه هو كان فيه ناس بيجوا ستات بيجوا يبايعوا محمد واللي قالوا منهم ان هما مؤمنات محمد قال امتحنوهم واذا كانوا مش مؤمنين ترجعوهم لأزواجهم واذا كانوا مؤمنات تقعدوهم وكلام من ده ونزل كلمة ولا تمسكوا او تمسكوا حسب القراءة بعصم الكوافر دي كانت الفاصل اللي خلت الكثير من الصحابة يطلقوا ستاتهم اللي كانوا كفر بالنسبة اللي لم يؤمنوا او اللي ارتدوا عن الايمان مثلا الاسلامي وعمر كان واحد منهم طلق ستتين وكذا واحد في نفس الموقف طلقوا الستات اللي هما اعتبروهم كوافر كفار الموضوع ده كان ينطبق على الستات والرجالة يعني ما تخليكيش متجوزة واحد كافر وانت ما تخليكش متجوزة واحدة كافر خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونشوف بعدها بقى تفسير نشوف تفسير الميزان لموضوع صورة الممتحة بس خليني اقولكو اقرلكو اللي قالو شيخ الازهر في الموضوع ده طبعا الازهر على طول يروح مطلع تحليله ورفضه وكل الكلام ده انا اسفل مش شايفة الصورة فخايدوني ثواني نقرأ الموضوع ده مع بعض شيخ الازهر بيقول الزواج في الاسلام ليس مشروعا مدنيا انما هو عقد ديني دي على طول يروح تترواسي انه بصوا مين اللي في ايديه مفاتيح الامور هنا احنا بنتكلم عن شيء ديني عايز تروح تعمل حاجة حسب القانون خارج اطار التشريع الديني بيقول المسلم يتوزوج من المسيحية لانه يؤمن بعيسى كلام اللي قلناه فهو شرط الاكتمال ايمانه ويمنع ديننا الزوج من اهانة مقدساتها فالمواد ده غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة طب انا عايز افهم يعني المسلم بيؤمن بعيسى وده شرط الاكتمال ايمانه وهل هل الفكرة انه الزوج المسلم ايمانه يمنعه انه يهنها هي دي اللي تخليها تتجوزه يعني ابدا ما عندكش تأكيد على اللي انت بتقوله اما غير المسلم فهو لا يؤمن برسولنا محمد ولذا فهو يؤدي المسلمة بعدم احترام دينها يؤدي المسلمة بعدم احترام دينها ومقدساتها فالمودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم ولذا منعها الاسلام مش فهم المودة دين تحشرها هناك هي السلطة الدينية برضو خليني ااخد مكلمة مين معايا عدو عدو الاخ سهيل من الجزائر اجل انا اسفة مش سمع الاسم يريد تقول لي اسمك انا اسمي سهيب من الجزائر سهيب اهلا بيك اخ سهيب اهلا انا عابر مسلم من خلفية انا عابر مسيحي من خلفية اسلامية اهلا بيك اخوي كنت مسلم والان من صف مسيحي المجدة للرب نسكر ربنا على الحرية اللي اعطها لك الرب يداركك تحب تعلق على موضوع الحلقة او انت عايز تشاركني بحاجة تانية تفضل انا عايز اشارك كيف دخلت المسيحي السؤال يواجهه لي اكثر اصدقاء او الاصدقاء يواجهون لي هذا السؤال دائما بيسألوك ايه ما سمعت لماذا دخلت الاسلام اه دخلت المسيحي اجل انا عابر من خاتية اسلامية اتركت الاسلام من عدة عوام انا اصلا من كنت صغيرة انا متعلق بشخص يسوع ازاي تعرفت على شخص يسوع يسوهيب انا قرأت قرأت مقالة في موقع فيسبوك موقع تواصل الشمال ايه منذ منذ ذلك الوقت وانا اتعلقت طرأت مقالة عن السيد المسيح اتعلقت بحث اكثر بحث اكثر في محركة بحث جوجل ويوتيوب ومنص ويوتيوب وانت تعلمين هذه الامور نعم بحث جيدا فتعلقت وجدت نفسي وجدت نفسي متوجه نحو نحو حب السيد المسيح يعني اللي جذبك هو شخص المسيح هو شخص المسيح ايضا ليس فقط شخص المسيح با اقتناعا اقتناعا نحن كما تعلمين كنا في الاسلام سابقا كانت تفرض علينا خمس صلوات نعم خمس صلوات من قال صلوا خمس صلوات نعم كما تعلمين ان الاسلام ننقسم لطائفتين نعم طائفة سنوية طائفة شعية اذا الانقسام والامور غير المفهومة في الاسلام خلتك تفكر في الموضوع اصلا نعم كان الشيعة يصلون ثلاث صلوات اما الصنيين يصلون خمس صلوات هذا تضارب لا يوجد لا يوجد شيء اسمه خمس صلوات في اسئلة كتير عن المسلم ممكن يسألها لكن انا بشكر ربنا ان الله اعطاك الحرية الفكرية والروحية انك تسأل اسئلة دي تسمح لي اسألك عندك كم سنة عندك 16 سنة عندك 16 سنة الازامي يتعجب من عمري انا مش سمع يريد تقفل الصوت عندك قولي تاني صهيب عندك كم سنة انا 16 سنة 16 اه 16 سنة الرب يبركك يا ابني ويستخدمك يبركك انت ايضا انت بتتابع قناة الحياة بقى ايه اه ابقالي من دخلت مسيح اظن حوالي 3 اشهر 14 اوكي طيب عندكم امرك سهيد دعني اوكمل نعم سهيب سهيب يعني ياريت في دقيقة سهيب 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 بالصبب او منطق معينة واقي معينة للصلاة وقت معين للصلاة مفيش وقت معين للصلاة ولا منطقة معينة للصلاة الرب منطقيا الرب لا يوجد له وقت معين لكي نتحدث معه اصلا انا ما جادبني اكتر للمسيه هو العلاقة علاقة الرب مع ابنه أنا بشكر ربنا على فهمك القلبي والروحي لمعنى العلاقة مع الله أنا مش عايزك مش عايزك تقفل عطانا السلطان لكي نكون أبناء الله في صلاة الإسلام في صلاة الإسلام نحن نردد ما لا نفهم طيب سهيب أسألك سؤال لو سمحت أنت صليت مع حد لتقبل المسيح أو تعلن إيمانك نعم صليت طب خليني يصلي من أجلك بقى علشان أنا فرحانة جدا جدا باتصالك النهاردة وأنت فرحاني أني عديت معاكم في البرنامج حبيبي أنت النهاردة مثل لأنه الله يصل لكل قلب من قلوب أبناء ومفيش سن مفيش حدود للتحم الروحي والعقل أتريدين أن أتحب سلاحي أملكي عن رأي رأيتها وهي التي جعلتني مئة بالمئة مع تنقل نفسيح طيب تقول هالي في دقيقة واحدة تفضل أنا كنت حلمت نفسي أنا في الصحراء وكانت الشمس فوقي مباشرة وكنت أعرق 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 حتى وصل العرق إلى مقدمة أنفي حتى لم أستطع أن أتنفس فرأيته ضلاً واسعاً كبيراً يضللني بنوره يضللني بذلك العرق يذهب فجأة فرأيت أحداً من بعيد في فيك الصحراء القاحلة فذهبت له فسألته من هذا الشخص الذي ضللني أنا ولم نضللك أنت وهذا شخص أعرف هو من أقربائي قال لي أنت أنت مخلص قال لي هذا هو السيد المسيح قل له هذا هو السيد المسيح نعم قال لي هذا هو السيد المسيح مباشرة بعدها اتنقت بالإيمان المسيحي وليس دين يا ابني ربنا يعني يعمق فهمك أكتر أنت عندك عمق لفهم شخص المسيح وديهبة من الله أنا استغرقت هذه المدة ثلاث أشهر إلى للدراسة دراسة الإيمان المسيح أنا هكلمك بعد البرنامج يا سهيب خليني أصلي من أجلك رب أشكرك على لمستك لابنك سهيب أشكرك لأنك تعده لأمور عظيمة في خدمتك في اسم يسوع المسيح أنت تعده ليكون أداة تستخدم لمجد اسمك في اسم يسوع المسيح وصلي من أجل الجزائر وأصلي من أجل أهله وأصلي من أجل كل المحيطين بي يلمسوا بمحبة يسوع التي تتضح في كل مكان في اسم يسوع وصلي أنا أصلي من أجلي ومن أجلكم ومن أجلي كل العالم شكرا حبيب شكرا أجل بيباتك أنت كل تقم البرنامج شكرا وصل طيب عندي مكالمة تانية يريد تقولولي مين معانا نبرته عزيز الأخ عزيز سلام المسيح الأخ عزيز أو ألو مين معي يقولون أن العقد هو وسيلة إظهار وليس إيجاد الحق أو تسسين الحق أو إيجادها أو إيجادها من العدم فبالتالي وضعك لمعيار أخي محمدي شوي شوي إيه هي الوسيلة إظهار دي اللي بتقول عليه؟ العقد العقد هي وسيلة لإظهار الحق لإظهار الحق وليس لإيجاده فبالتالي عندما وضعت معيار عندما وضعت معيار أنه التفرقة بين الزواج المدني والزواج الديني هذا المعيار ليس له لا طائل وليس له حاجة بالعكس له آثار سلبية لماذا؟ نحن عندنا المسلمين الإشهار لا أنا الحقيقة معلش عايزة أقول لك حاجة أنا سؤال الزواج مدني أم ديني الحقيقة هو يعني سؤال مطروح للناس أنتوا إيه رأيكم الزواج يكون مدني أم ديني لكن أنا بتكلم على اللي بيقولوا الشيوخ أن الزواج هو عقد ديني تسيطر عليه الشريعة الإسلامية النقطة الحقيقية في الموضوع مش الزواج عقد مدني أو ديني النقطة الحقيقة في الموضوع هل لما المسلمة تتزوج من كتابي حرام والحلال؟ لا حرام لا يجوز ليه؟ لا يجوز هذا وفق ما جاء في ديننا الإسلامي أيوة ليه؟ الغاية التي نعم نعم اسمحي لي اسمحي لي حتى يكون هناك طريق نقاش وأخذ وعطاء أولا أنت قطعت فكرتي أنا أصل للبحث ثم أنتقل للفقرة الثانية ماذا أقول؟ أقول نحن ضمن الضوابط الإسلامي التي وضعها وشرعا نظرية الزواج في الدين الإسلامي بحيث أفوا بحيث نحن لا نجوز الزواج لا للكافر الكافر اللي هو ليس لأصاحب دين ولا للمشرك المشرك طبعا هنا المسيحين ماذا وقعوا هسأ أنت بتعسي المثال؟ أنا لا تعملكم بالإشراكة ولكن هناك خلط أنت تشركين المسيح مع الله مع العلم هذا معدوم وهذا غير معدوم وأنا فهم أن هذا المرقع الشرعي بتاعك ليه بقى أنت بتتجوز المسيحية وأنت عارف أنها مشرك؟ جيد جدا هذه جيد جدا بالتالي هنا يقع ماذا؟ يقع يسمونه الأصل والبحث عن الأصل والتعاصل ما هي البحث عن الأصل والتعاصل؟ بما نحن بأننا مسلمين فدعم الحقوق المشروعية تأتي من النسب الأب وإن على فبالتالي هذه تجوز الزواج من غير المسلمة أنت عندك نص نعم نعم عندي نص نعم نص صريح يحرم الزواج بالمشركات ارجع بقى وشوف أنا لسه حديلك المراجع يعني لو سمحتم الكويتعوا بالمشركات برضو مشركات لا 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 سمحيلي سمحيلي من فضلش سمحيلي أتكلم من فضلتين نحن لدينا أبواب مضوبة بالجواز الأكل والشرب مع النصارى ومع اليهود إلا في حات الدب احنا اختلف معهم في حات إسم حيلي أنا فهمة أنا فهمة وحضت المرجع أخي محمدي استنى عزيزتي ليش ما تخيني أتكلم هقولك ليه مش بخليك تتكلم ده أنا لسه هقوله أنت المرجع بتاع سورة المائدة ده لسه هتكلم عليه أنت عندك التصريح ده إذا اضطريت أنا هحطه لك دلوقتي ممكن لك أنا مش نفسي عندي سؤال تفد عندي سؤال ممكن أه تفد سؤال سؤالي طبعا الحلقة السابقة أنت تحدثت عن التجسيم وأنتم واقعين في التجسيم لكن سؤالي ما العلة من زواجكم الأبدي أعطيني علة واحدة يتقنعني أقلا ومنطفا وشكرا لك أوكي أشكرك والربي باركك أوكي واتوا الصوت شوية لأنه عالي أويفة مش عارفة أسمع بوضوح في مكالمة بعد كده أوكي طيب خليني أكمل بقى الموضوع الزواج أبدي إيه العلة من الزواج الأبدي يمكن يكون عندي فرصة يعني أقدر أشرح الموضوع ده وأنا بتكلم عن الفكرة من وراء الزواج خلينا نروح لل السلايد اللي بعد كده اللي هو تفسير الميزان لصورة الممتحنة بيقول كده جزء من التفسير ده طويل وتقدروا ترجعوا تشوفوه أنا نقله copy and paste بيقول كده ولا تمسكوا بعصم الكوافر العصم جمع عصمة وهي النكاح الدائم يعصم المرأة ويحسنها وإمساك العصمة ابقاء الرجل بعدما أسلم زوجته الكافرة على زيجتها فعليه بعدما أسلم أن يخلي عن سبيل زوجته الكافرة سواء كانت مشركة أو كتابية أهي واضحة أكي وبعدين راح متكلم بقى عن سورة البقرة وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن دي البقرة 221 وقال أنه قول والمحصنات من الذين قوتوا الكتاب من قبلكم في سورة المائدة بيقول كده أن لا نسخ بين الآيتين وبين الآية التي نحن فيها نشوف خلينا ناخد الفيديو وبعدين نشوف السرايدة اللي بعدك كده إلى أن قال الله تعالى في نفس الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر فكل من يغفر بشرعنا لا يحل للمسلمة أن تتزوج بمن يغفر بشرعنا سواء كما قلت نسب إلى شريعة سماوية مع الاحترام بأهل الكتاب أو المنسب وذا إذن التحريم العام والمطلق ثبت شرعا لا فقهن التحريم العام والمطلق ثبت شرعا لا فقهن خلينا نفهم يعني إيه شرعا لا فقهن يعني إيه شرعا دي موضوع الشريعة تتمثل بالأحكام المنزلة من الله أما الفقه فيتمثل بالأحكام التي استقلصها الفقهاء من نصوص الشريعة أو بالدلائل الاجتهادية زي القياس والمصالح المرسلة وأقوال الصحابة كما إن الشريعة عامة والفقه خاص والشريعة صحيحة كلها أما الفقه فقد يخطئ أحيانا بسبب اجتهاد الفقهاء وأحكامهم اللي بيتقال دي إنه التحريم ده صحيح الشرعا ده فقهن هو استند على آية الممتحن وقال و لا تمسكوا بعصم الكوافر وهي ما كانتش بتتكلم عن إنه المسلمة تتزوج من كافر أو مشرك ولكن قالت من كتابي مش كده؟ هي استخدمت العبارة المهزبة لكن الشيخ عارف هنا هو بيتكلم إنه باطن الأمور الكتابي كافر ومشرك لأنه كافر بمحمد وإله محمد وفي نظر الإسلام هو يشرك بالله لكن أنا بقولك إحنا مش مشركين ولا حاجة إحنا نؤمن بإله واحد لكن المسيح هو الله المهم خلينا نشوف في التأكيد بقى في تفسير الميزان لصورة الممتحنة اللي قلناه الأول قال أنت تطلقها خلينا نشوف الستايد ده تطلقها لو كانت مشركة أو كافرة أو كتابية وده اللي عملوه الصحابة زي ما قلتلكم أول ما نزلت الآية دي رحوا مطلقين الستات اللي على زمتهم وأكيد من ضمنهم كانوا يهوديات كانوا مسيحيات أو من ديانات أخرى ده بقى تفسير الميزان بصورة الممتحنة عشرة برضو في نفس الجزء بيقول كده وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن كذا عن كذا قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت قد جعلت في داك وأين تحريمه قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر أقول والرواية مبنية على عموم الإمساك بالعصم للنكاح الدائم إحداثاً وإبقاءاً وفيه بإسناد أيضاً إلى زرارة عن كذا عن كذا عن قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال هذه منسوخة بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وطبعاً ده لا يجوز عشان دي جت قبل دي ولعل المراد بنسخ الآية الإمساك بالعصم لآية حلية محصنات أهل الكتاب لآية حلية محصنات أهل الكتاب اختصاص آية الممتحنة بالنكاح الدائم وتخصص آية المائدة بالنسبة إلى النكاح الدائم بها واختصاص ما يتدل عليه من الحلية بالنكاح المنقطع وليس المراد به النسخ المصطلح إزاي؟ بيقول كده وليس المراد به النسخ المصطلح كيف؟ وآية الممتحنة سابقة نزولاً على آية المائدة ولا وجه للنسخ السابق اللاحق أقول لكم الرد إزاي بقى؟ شوفوا السلايد اللي بعد كده من مجمع البيان في تفسير القرآن بيقول كده ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات وأصل العصمة في المنع وسمى النكاح عصمة لأن المنكوحة أسفة جداً تكون في حبال الزوج وعصمته وفي هذه دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية وعلى كل حال أنه عام في الكوافر وليس لأحد أن يخصص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن لأن المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب بعموم اللفظ الكافر أو المشرك الجميع يعلم أن المسلم ينظر إلى المسيحي واليهودي على أنه كافر لأنه لا يؤمن بمحمد فلا تحللوا الزواج من المسيحية للمسلم وتحرموا زواج المسلمة للمسيحي لأنكم عايزين تصونوا ستاتكم وتعتقدوا أن نساء الكتابيات على حسب كلام كنتوا سباية تعملوا فيهم اللي أنتوا عايزينه ودي نصيحة لكل أخت بتسمعني النهاردة لو كنت تسمعيني صدفة كده وانت معدية وفكرك أنك إيه يعني أنك تتجوزي واحد مسلم ويمكن ربنا يجيبه بعد كده والكلام ده كله أعرفي أنك لست إلا سبية في نظره لن يكون لك قيمة الزوجة اللي الله عايزك تعيش فيها الإبنة اللي الله مديها لك وانت ابنة الله أنت في هذا الزواج عايشة لاستخدام هذا الرجل وعائلته لحد ما تسلمي أو تخرجي من غير أي حاجة حتى عيالك ده تحذير لكل ستة مسيحية بتسمعني النهاردة خلينا نشوف الفيديو الأخير لأن ده بقى فيه مربط الفرس صفتي خادم للشريعة الإسلامية بجامعة الأظهر أقرر الآتي أولا الأحوال الشخصية يُعنى بها فقه الأسرة والمواريث اللي هي أحكامها بعد الموت هذه أمور دينية وليست مدنية فأقول لفضلته الدكتورة عامل نصير عقد الزواج ديني وليس مدني إحنا لسنا في باريس ولسنا في واشنطن ولا مش عارفين إحنا في دولة دو الصورة على الشريعة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وعنى الإسلام دين الدولة سمعت وقال إيه؟ بصفتي خادم للشريعة الإسلامية بجامعة الأظهر أقرر الآتي اكتب عندك يا ابن حاضر يا باش الأحوال الشخصية يعني هي البقى قلب القانون المواريث وفقه الأسرة وكل ما يخص حياتك اليومية وحياتك اليومية دي حاجات دينية وليست مدنية هي موضوعة في القانون بالصفة الدينية والصورة الدينية التي يعتبرها الإسلام وقيادات الإسلام الصورة الصحيحة وقال لك بقى وبعنى رح قافل الموضوع عشانا محدش يتكلم كتير إنه الإسلام دين الدولة محدش يقدر يتكلم وعنده تصريح عام رسمي من الأزهر بقى إنه يتكلم بالطريقة دي وقال لك بقى إيه عقد الزواج ديني وليس مدني تقرير أنت لا تستطيع إنك تتزوج بعقد زواج مدني إذا حبيت في ناس كتير في العالم بتحب إنها تتجوز بزواج مدني لإنهما ما عندهمش إيمان أصلا يعني ما عندوش إيمان يتبعه فإيه اللي يخليه يروح يتجوز في كنيسة أو يروح يتجوز في جامع وهو لا يؤمن بدا ولا يؤمن بدا في ناس كتير كده عارفين الناس دي بتبعى عايزة تتجوز مدني ليه لإنهما عندهم يعني هما حقيقين قدام نفسه ناس كتير في الغرب ما بتتجوزش لا في كنيسة ولا في جامع ولا في معبد بيتجوزوا زواج مدني لإنه ما هوش مؤمن بحاجة خالص أنت لماذا تكبر الناس اللي مش مؤمنين بيك وبدينك وبفكرك إنهم يعيشوا بطريقتك وتفرد الأمر على كل الديانات اللي موجودة عندك يعني أحكام الشريعة اللي انت بتتكلم عنها دي والمواريث والكلام ده كله بتفرد على المسلمين وبعدين هما يتصرفوا على المسيحيين وهما بيتصرفوا مع بعض بعد كده لكن المحكمة هتحكم بإيه هتحكم بقانون الدين الدولة اللي هو بقى إيه المصدر الرئيسي للدستور نحن في دولة دستورها أن المصدر الرئيسي هو الشريعة الإسلامية وأن الإسلام دين الدولة العبارة دي لو خدتها قص سلز كل ما هتقابل شيخ بتتكلم معه في تغيير شيء من حاجة تخص القانون ها؟ هيقول لك نفس الكلام الشيخ كريمة من أكتر الشيوخ اللي عندهم جراءة في الكلام وصراحة في الكلام ولكنه لم يستطيع أنه يعبر تعبير واضح أن المسيحي كافر لكن هو عارف أنه هو استخدم الآية اللي بتقول أن المسيحي كافر مين معنا؟ أوكي معي مكالمة من المنزر أهلا بيك تفضل أهلا بيكي سلام ونعمليك أهلا أخوي سلام أنا بس أنا عايزة لكم بس أنا أول مرة أتكلم في برنامج على الحواء أهلا بيكي بس حبيث المضوع ده مهمة بالنسبة لي الآية واضحة بتقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ويكمل أول ولا تنكحوا المشركين حتى وإمنوا يعني عاوز يقول أن لا المشركة ينفع يجوز منها ولا المشرك ينفع يجوز منها أي واللي إحنا عارفينه أن الإسلام حرم نكاح الكفار والمشركين وحل نكاح أهل الكتاب دي أنواع من نوع من الشيزوفرينيا يعني إما يقول هم بكفار ومشكين ما ينفعش يجوز منهم لا ذكر ولا أنسة إما يقول من إحنا المؤمنين وينفع يجوز مننا الذكر والأنسة أي صح الكلام ده صح أوكي إحنا مش مفقين عليه إحنا روحيا وفكريا وقلبيا لا نؤمن بده بالمرة كمؤمنين مسيحيين الزواج المسيحي زواج عهد مقدس بين الزوج والزوجة والله علشان يرب وعيلة مقدسة تمجد اسم الله فده إحنا مش مؤمنين به لكن الواقع اللي حضرتك بتقوله إنه في آيات مثلا يريد تحطه السلايد ده وأنا حقرها الآيات وأكمل مع أخوي هنا لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن ماري من مائدة 17 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني إحنا ولسه وقال اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كل دول بيتقال عليهم كفار ومشركين تفضل بالضبط أنا أصدقل للآية اللي يقولوا عليها لا تنقح المشركين حتى يؤمننا ولأما يؤمننا خير من المشركين ولو أعجبتكم ولا تنقح المشركين حتى يؤمنوا والعبضي مو من إلى آخر الآية أنا أصدقل الآية واضحة يعني بتقول لا المشركات ولا المشركين صح يعني هم هنا فيه شوزيفرينيا طبعا يعني يعني إنت إزاي بتحل ما هي برضو يعني عايز بقول الحاجة يا حضرتك يعني إنت من إين بتقول المشركات ما ينفعش تجوزهم وتجوز وتجوز واحدة المسيحية نقطة ثاني نقطة إنت إزاي تحلل اغتصاب والزنا بالأمة أو العبدة وهي سواء كانت من أهل الكتاب أو أو مشركة أو مش يصير حرة من نكاح الكفار ومشركين وحتى لو تجوزها هل تورسه ولا يورسه بالضبط أنا أريد أن أقول إزاي يعني هو ده مش يعتبر زنا شرعي المجتول عليها كفرة ومشركة ومينفعش تتجوزها يعني ينفع تزني معاها من غير تتجوزها يعني بس يعني هي الحقيقة النقطة الكبيرة اللي لازم يفكر فيها المسلمين اللي بيسمعونا النهاردة أنه للأسف عندكم آيات بتقول أنه ده لا ده يجوز ولا ده يجوز لكن أنتم مستخدفين لأهداف المنظومة الإسلامية وأنا عايز أقول أنه المسلم اللي عايز يدقى في الأمر حيبص كده اللي هو متجوز مسيحية وعنده منها عيال حيبقى إيمانه الحقيقي العميق جوه قلبه أنه العيال دول ولاد حرام دي حاجة كبيرة لكن الله يقدر يشفي كل ده بتصحيح فكركم عن الله أنا بشكرك يا منذر والرب يبركك وأهلا بيك متصل بينا دائما نرحب بمشاركاتك شكرا أخوتي طيب أنتو أنتو شايفين السلايد اللي في الآيات اللي بتتكلم عن أنه المسيحيين واليهود كفار بيقول أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جوهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية صورة البيانة وبعدين بقى بيقول كده وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسل أرسلت به إلا أدخلوا الله النار وقال شيخ الإسلام اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالإضطرار من دين الإسلام وقال أيضا قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلى من النمو وقال ابن حزم واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا بتتحكوا على مين المسيحية والمسيحي في نفس المكان نحن لا نؤمن بمحمد ولا نؤمن برسالته فليه بتحلل ده الآية بتاعة سورة التوبة في التفسير كده يجي في الآخر ويقول لك ايه تأكلوا معاهم إلا المسبوح أكلهم حلال لكن الزبائح المسبوحة للإله لأ وبعدين يقول كده وممكن تتجاوزوا منهم المضطر يعني اللي انتو مضطرين إذا اضطريتوا تأكلوا أو إذا اضطريتوا تتجاوزوا منهم إلى حين عارفين ده مرتبط ايه بزهني بيفكرني بالحديث بتاع لما كانوا في الحرب وقالولوا مفيش ستات معانا يا رسول الله أنا اختصي فقال لهم لأ روحوا هنا كده اتجاوزوا جواز متعة وارجعوا أين كانت بقى ما قال لهم مش كافرة مسيحية مسلمة مش عارف ايه ادوها بلحتين ادوها مش عارف ايه بتمن ادفعوا وتعالوا وكان زواج مش كده فهو هنا أما بيتكلم على الكتابية وعلى المضطر هتلاقي انه الاضطرار ده يعني ممكن يقع تحت حاجات كتيرة جدا فالسؤال هل زواج المسيحية من المسلم حلال لا مش حلال بالنسبة لكم الفكر الاسلامي هو غلط ايمانيا بالنسبة لنا اسألوا نفسكم ليش يوخ بيتحكوا عليكم هل انت تقبل هذه التفرقة او لا انا مش سامعة ساري اوكي اه 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 همية انه الزواج يكون ديني بالنسبة للشرع الاسلامي لانه منظومة ايضا تحدد او تحدد الانسان وتجعله مرتبط بتفاصيل كثيرة جدا يضعها هذا الاله للاخبطة الناس وتعقيد حياتهم وقلب الموازين الروحية اللي الله عايزها تكون موجودة في حياتكم فجعل الزواج عقد وجعل المرأة سلعة تشترى بتمن تدفع فتاخد قد كده وجعل استخدام المرأة ايضا بتمن للراجل وجعل المتعة هي يعني العنصر الاساسي في الزواج والاستفادة من هذه المرأة هي العنصر الاساسي في الزواج عكس تماما اللي قالوا ربنا الله علمنا في الكتاب المقدس ان الزواج ده ارتباط ابدي عارف ليه ارتباط ابدي لانه مبني على انه هؤلاء الاثنين بيبنوا عائلة الله على الارض الاثنين ابناء الله الاثنين عايشين بقانون الله الاثنين عايشين لله مش لأنفسهم فبيربوا اولاد عايشين ده الله مش لأنفسهم زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت اللي اتكلم عليها اخونا اولادنا هم امتداد لله مش امتداد لينا وحيطلعوا كده لما يكونوا نتجين عن زواج مسيحي عايشين في لخطة الله في حياتهم وخطة الله لنشر كلمة المسيح لنشر محبة الله للعالم لمجد الله هنا إلى أن نكون معاه في السماء الشيطان ألب الموازين لما أدم وحوى غلطه هم في السماء ماتوا ماتوا بالخطيئة فعليا ماتوا بالخطيئة وإحنا أخدنا ده إحنا أمواد بالخطايا وأمواد بحب الزيت وأمواد بعدم فهم شخص الله الحقيقي ومحبته وجي المسيح فدانا على الصليب وأعطانا حياة جديدة هذه الحياة الجديدة فيها فرصة ليك إنك ترجع مرة أخرى تكون شبه الله تتعلم منه تعيش بيه شفته صهيب قال إيه عرف لوحده كده لأنه قعد قدام ربنا عرف إنه الله بيحبه وإنه المسألة مش اعمل وسوي وقوم ونام وخمس مرات وتلات مرات لكن عرف إن العلاقة بالله علاقة فيها أخد وعطى علاقة فيها تواصل دائم الصلاة بالنسبة له بقت تواصل دائم وهكذا حياة المؤمنين إنك تعيش لله مش معناها إنك مش عايش حياة لأ ده انت عايش حياة رائعة جدا بصلاه في كل جزء فيها مشترك في كل جزء فيها يقود كل جزء فيها ودي العائلة المسيحية عشان كده ما يحصلش بينهم انكسار ولا انفصال الانكسار من الشيطان الانكسار ييجي من حب الزات الانكسار ييجي من إنه أنا عايز أشبع ذاتي دي مزوجتي مراتي تعبانة ولا كبري تتجاوزها وراح يشوف واحدة تسعدني انت خرجت بره إطار الزواج والعلاقة المقدسة اللي الله عايز يعملها في حياة أولاده بس المسلم مش هيفهم ده إلا لما يبتدي يدخل ويعرف أعماق قلب الله نفسه وشخص الله أنا بصلني النهاردة إن الله يغسل الأفكار المسمومة اللي وضعها الفكر الإسلامي في حياتنا وبصلني إن الله يعطيكم إعلانات زي ما أعطى سهيب إعلانات وهو من 12 سنة النهاردة الله يقدر يختارق كل الشوائب والقادرات اللي حطها الشيطان في حياتنا ويختارق ده بحقيقته ومحبته وخلاصه بصلني من أجلكم وإلى اللقاء